بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شافية المغربية لكم من السلام إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي نعطي واحد الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم العوارض الناس اللي عندهم ألم في الجسد الناس اللي عندهم نبضات في الجسد الناس اللي سيكونوا عندهم تحركات في الجسد وما عارفينش أشنو عندهم بزرط الناس اللي تكون عندهم عوارض من المس أي مس تكون إما من حسد حسد تولي شيطان وتولي مس عندنا إذا كان السحر تاوتي تكون وتولي مس أما الناس اللي عندهم معين تهياء تولي تولي عندها شيطان الحسد والعين إذن اليوم الناس اللي يحطوا لي تعليقات على حسب أنهم عندهم تشنجات في الأرجل ديالهم عندهم تحركات في الجسد ديالهم عندهم ألم في الجسد ديالهم مت يقدروش يتحركوا في المنزل ديما عندهم محد الخمول ديما عندهم حاس بأنهم مضطربين ديما عندهم محد الخلعة في الخاطر ديالهم وعندهم عندهم وحد ديما الحزن تحسوا براسهم مبين العصر والمغرب تحسوا بحزن العصر والمغرب تحسوا بحزن شديد يقدر يجيهم بكاء أو تحسوا أنهم أنهم عندهم ألم في الصدر ديالهم. الناس اللي تحسوا بألم في الصدر ديالهم هذا نوع من الحسد هو اللي مؤثر عليهم الناس اللي عندهم كي اللي تعرض إلى طبيب مشاحتل عند طبيب نساني ما تلقى عنده احتى حاجة. ولكن هو تكون مريض عنده علاج بالقرآن الكريم وبوصفات شعبية كي الوصفات شعبية يساعدوا على العلاج لأن بعد العوارض ما تيبغيوش بعض العشوب. ما تيبغيوش القسط الهندي ما تيبغيوش أوراق الصدر ما تيبغوش الريحان ما تيبغيوش القرنفل ما تيبغيوش بزاف الوصفات بحل التسرغينة تسرغينت آآ الناس اللي سيسولوا على التسرغينت هي عشبة آآ عشبة صالحة للمس والعين والحسد والتابعة بخصوصا التابعة. الناس اللي بغيني يسولوا على يدخلوا يديروا التسرغينت وغادي يخرج لهم في جوجل شنو المعنى دين هديك العشبة آآ ان شاء الله بحول الله وقوتي غادي ان شاء الله اليوم نحطوا واحد الوصفة آآ ديال آآ مكونات خطيرة اللي غادي نحطوها على الجسد ديالنا في الدوش الناس اللي بغين يديروا تحميمها وحيدوا العوارد وفي نفس الوقت من يخرجوا غادي نعطيهم التبخير ان شاء الله وغادي يكونوا في أحسن ما يورام لأن الوصفات الشعبية تنتوكلوا على الخالق الجبار هو اللي تيكون ولي تيكون تيحضر لكم كل الخير مع الدعاء مع القراءات القرآن ربي سبحانه وتعالى تنزل عفو تنزل اللطف تنزل المدد ديالله سبحانه وتعالى لأن احنا تنقولوا غير يا الله ما تنقولوا احت حاجة ما تندخلوا مع الله احت حاجة لا شريكة له له الملك هو له الحمد وهو على كل شيء قدير هو القدير هو الرحيم هو الجواد إلا بغي يجود عليك مخفة خافية إذن احنا يا تنتوكلوا على اللي خالقنا الناس أجمعين والمؤمنين والمؤمنات صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام خلوا تعليق بالصلاة على الحبيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن شاء الله إن شاء الله غادي ناخدو هاد الخلطة لي عجيبة هاد الخلطة غادي تمشوها عند العطار هادي غادي تديروها في أي وقت بغيتو ولكن ما عنداش وقت أنا حطيتها لكم في العواشر اللي بغي يحييض العوارض في هذا العواشر ما كنش مشكيل ولكن الناس يقدرو يديروها في أي وقت يديروها يوم السبت يوم الأربعة يوم الخميس يوم الجمعة في أي وقت ما عنداش وقت ولكن نديرها الوقت لنكون في الحمام في الدوش هاد الخلطة في هالرحان الرحان تقويه الرحان الرحان مطحون مع القرنفل مطحون مع أوراق الزيتون مطحونين مع قشور الرمان مع أوراق السدر بكثرة أوراق السدر أوراق السدر مطحونين يكون واحد كمية مع الرحان الرحان والقرنفل وأوراق الزيتون وقشور الرمان قشور الرمان تحيد النحس هذه المكونات الخمسة أو الأربعة مع إضافة للحنة أولا القرنفل الرحان أوراق الصدر قشور الرمان القرنفل هذه المكونات أوراق الزيتون اللي عنده أوراق الزيتون يديرهم اللي ما عندهوش ما يديروش يحضر الحاجة اللي عنده أوراق الصدر ضروريين الرحان ضروريين أوراق الزيتون اللي عندهو يديرهم اللي ما عندهوش ما يديرهمش القرنفل قشور الرمان مطحونين إذا هاد الخلطة العجيبة اللي غادي نخلطها مع الزهر مع الزهر يدير إذا بغيت تضيفو شوية القرفة تضيفوها إن شاء الله غادي ناخد واحد الكمية اللي غادي نخلطها على حسب أنني بغيت بغيت أنني هاد الخلطة نخلطها مع الحنة هالحنة بوحدها هالحنة بوحدها غادي نضيب جوج معارق جوج معارق من هنا وجوج معارق من الحنة على حسب الجسد ديالك شنو بغيتي غادي ناخد كأس الماء اللي غادي نضيف له ماء الزهر غادي نضيف ماء الزهر اللي هنالحنة هاد الزهر أم ماء الورد اللي ما عندوش لماء الورد لماء الحنة لماء الزهر لماء الورد يدير الماء فقط غادي ناخد هاد الماء هوا ناخد الماء الكافي اللي غادي نجري به غادي نخليها كخفيفة جدا باش نديرها في نديرها آآ نديرها في الجسد ديالي على آآ الجسد ديالي يكون ناشف نبلل آآ الجسد ديالي بماء قليل فاش ندخل للدوش اللي بغا يديرها على جسد ناشف يديرو على جسد ناشف غادي نخلطها حتى تصير آآ خفيفة ماشي خاطرة ولكن ان شاء الله عندما آآ بدون قراءة هاد هاد خليطة ديال العوارد خاصكم تعرفوها انها بدون قراءة القراءة غت جي من بعد آآ الحمام القراءة غت جي من بعد الحمام هنزيد الماء هنزيد الماء حتى تصير تصير آآ خفيفة هانتو ما هانتو خفيفة جدا وغدي نوضعها على الجسد ديالي بحلقة بحلقة ناشف هانتو ما ناشف غادي ننضيبها الى الجسد ديالي على آآ على الجسم ناشف هانتو ما هدا لحمي ناشف وغادي نديرها على الجسد ديالي كامل المهم نديرها على آآ نديرها على لحم ناشف آآ غادي ما نطليها للجسد ديالي غادي نبقى نبقى في الدوش تقريبا آآ مدة ربوع ساعة وناطاليا او عشر دقائق نبقى آآ مارهد المكون على الجسد ديالي كامل ايه لا بغيت تديرها لشعر تديرها لشعر ديالك ليس تدير الحنة ونبقى بعشر دقائق في الدوش ومبعد نشلل عادي حيث بدون قراءة هنخرج من الدوش غادي نتبخر بصرغينة هنتبخر بصرغينة بعد ما نقرع لها الفاتحة والمعودتين وغادي نتبخر بها الصرغينة هادي هاي سرغينة تسرغينت هادي تسرغينت غادي نتبخر بها بعد ما نقرع لها المعودتين هادي صالحة التابعة والقارين وصالحة العين والمس هادي ان شاء الله نحاول انني نحاول انني من خروج من الدوش الانسان لكان قاري هادي يقرأ صورة القاف صورة القاف بوحدة هادي من نعوم ندوش ونخرج من الدوش بعد مدرتة الخلطة وغسلت عادي وغادي تحسي بالراحة سبحان الله العظيم ومن بعد ما نخرج من الدوش غادي نقرأ صورة القاف بعد ما تبخرت بصرغينة اللي قريت عليها